السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صلي على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين ثم اما بعد الليل ان شاء الله يا جماعة مع الصلح الحديبية مع الفتح المبين اللي ربنا سماه الفتح المبين خد بالك درس الليل عبارة عن مشاهد لازم تتحفر في قلبك درس الليلة مشاهد لازم تتحفر في ذاكرة كل واحد مننا درس الليلة رسالة لكل واحد مسجون في مسجون اليهود لكل واحد في اغلال امريكا لكل واحد بيعمل لدين الله لكل واحد محبط من الواقع اللي احنا عايشين فيه درس الليلة مشاهد لازم تتحفر جوه قلبنا المشهد الاولاني مشهد توقف حركة غزوات الرسول لمدة 12 شهر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما بطلش يوم قبل غزوة بدر طلع اربع غزوات بعد بدر وقبل احد طلع خمس غزوات بعد احد وقبل الخندق طلع اربع غزوات بعد غزوة الخندق يا رسول الله تقعد اتناشر شهر ما تطلعش ولا غزوة ليه؟ ايه السبب الغريب لهذا الامر؟ السبب يا جماع ان كان فيه معركة تانية اخطر واكبر واقوى معركة المرأة معركة الحجاب المنافقين بعد غزوة الاحزاب غيروا اسلوبهم المنافقين بعد غزوة الاحزاب بقى اسلوبهم في غاية الخطورة اسلوبهم مش الحرب لا اسلوبهم نشر الشهوات اسلوبهم انهم يخرجوا المرأة اسلوبهم انهم يستغلوا النساء في افساد المجتمع وبس الشهوات الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في الغزوات اتناشر شهر قبل ما يخرج للعالم من اول الحديبية عشان المرأة وعشان تحصين المجتمع من الداخل وكان اول اوليوات الرسول المرأة عشان تعرف انت دورك غالي قد ايه؟ عشان تعرف انت دورك في نصرة الاسلام خطير قد ايه؟ حركة الجهاد الغزوات تقف اتناشر شهر عشان المرأة والنساء والاصلاح الداخلي للمجتمع عشان نعرف يا جماعة ان معركة الشهوات لا تقل خطورة عن معركة السيف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالموضوع درسالة ان الوقت موسط الامة الوقت هو الشهوات ومعركة الشهوات ويمزل النبي عليه الصلاة والسلام مجهود رهيب مجهود رهيب في اصلاح المرأة تنزل ايه الحجاب يدنينا عليهن من جلابي بهن وتنزل تحريب الاختلاط فاسألوهن من وراء حجاب وينزل الامر بجهاد المرأة في بيتها وقرنا في بيوتكن وتخرج نمازج مبهرة مبهرة نساء الانصار اول ما نزلت ايه الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرنا بها يعني امرأة ما عنداش فلوس تشتري اصلا قماش تقوم جايبها سب من اسوابها هو ممكن ما تملكش غير ثبان وتقطعه نصين تعمله طرح تغطي برسها والشهر تخيالها يا جماعة سيدة عائشة بعد موت النبي كانت تدخل على قبر النبي وقبر ابو بكر طول انما هو ابي وزوجي فتتخفف من سيابها لما مات عمر ودفن معها في قضتها فضلت طول عمرها محجبة جوه البيت وبره البيت لان سيدنا عمر وهو ميت كان رجل اجنبي عنها تخياله بتستحي من الاموات للي لا يستحوا من الاحياء السيدة اسماء بنت ابو بكر كان بقى عندها تسعين سنة ابنها عبدالله ابن الزبير جاب لها لبس كويس من الشام فقالت له ما هذا قال لها يا امها انه لا يشف ده لبس كويس وحجاب جميل قالت له ان كان لا يشف فانه يصف تخياله يا جماعة ده عندها تسعين سنة بنت من بنات النبي كانت بتلبس سبع اسواب فوق بعض عشان ما فيش اي حاجة من جسدها تبان تماما على اطلاق نمازك رهيبة في العفاف رسالة رسالة لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل متبرجة رسالة لكل متبرجة من رسول الله انت عارفة لو مدت الوقت هتقابل ربنا ازاي انت عارفة لو مدت الوقت هيحصل لك ايه تحت التراب انت عارفة لو مدت الوقت هتقابل ربنا بايه انت طول ما انت متبرجة طول ما انت حطمك ياش كشف حاجة من شعرك كشف حاجة لبسك مبين شيء منك طول ما انت متبرجة عداد السيئات شغال كل واحد بيبصلك عداد السيئات شغال كل واحد شافك شهوته صارت راح وقع في زنة او راح تفرج على موقع ولا حاجة في مزانك كل بنت صغيرة شافتك قلدتك وبقت متبرجة زيك في مزانك انت بتعرفش العداد شغال قد ايه رسالة لكل متبرجة انت عارف انت لو مدت وانت كده رسول الله يقولك ايه رسول الله اللي اقام غزوت بان النظير كلها عشان امرأة محجبة تكشف حجابها عشان حجاب الحجاب الرسول اقام عشانه معركة تضمن ان الرسول يقولك لو انت متبرجة على الحوض صحقا صحقا تستحمل الكلمة دي من رسول الله انت عارفة متبرجة لو انت مدت الوقتي انت عارفة تحصلك ايه يوم الايامة يوم الايامة والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يبعث كل انسان على ما مات عليه من الثياب اللي ماتت متبرجة تبعث بثياب التبرج عارفة يوم الايامة يوم اليامة خمسين ألف سنة يعني من أيام الدولة العثمانية والعباسية لغاية الوقت ما جوش ثلاث تلاف سنة ولا ألف سنة من أيام الفرعنة لغاية الوقت خمس تلاف سنة خمسين ألف سنة هتقف في الحر والعطش بسبب التمرش بتاعك ده هتستحملهم إزاي إنت عارف أنت لو مدت الوقتك لو حكمك عند ربنا إيه أي يوم امرأة مرت على قوم وهي متعطرة فهي زانية زانية لإيه دي ما وعدش في الزنا بس أثارت قضية الزنا كانت هي السبب فيه مفيش واحدة تقول الحمد لله على التونك اللي ساترني وعلى الإشار بالخمس ألوان اللي مغطي نص راسي مرات أبو جاهلي لو كانت مشت كده في الشارع كان جزاء تلها مرات أبو لعب لو كانت مشت كده في الشارع كان أبو لعب عمل فيها إيه أقف قدام المراية واسألي نفسك ده يرضو ربنا أنا خايف عليكي أنا خايف عليكي والله العظيم خايف عليكي من نار أقض عليها تلات تلاف سنة هتستحمليها إزاي خايف عليكي من نار سيدنا إبراهيم اللي ترمى في نار الدنيا لما يشوفها يوم الأيام يقصوا على ركبته ويقول نفسي نفسي أنا خايف عليكي قراري أنك تلبيس حجاب أمهات المؤمنين وقف قدام المراية وقول يا رب أنا البست النقاب عشانك أنا البست الخمر عشانك يا رب أنا البست النقاب عشانك وأنا واسق أنك مش هتضيعني هتقتل لي أحسن زوج وهتقتل لي أحسن حياة وهتكرمني في حياتي أعظم كرم يا رب أنا مستنية منك أنت فضلك يا رب يا جماعة 12 شهر تتوقف الغزوات عشان إيه عشان إصلاح المرأة عشان التحصين الداخلي للمجتمع وأول ما المجتمع يتحصن داخليا ندخل في المشهد الثاني الرحلة التاريخية الاستشهادية البطولية اللي الصحابة خرجوا فيها وراء رسول الله رحلة إدي الرسول في زول قعدة ستة هجرية يعلن إن خلاص كل الصحابة هيخرجهم هنخرج فين يا رسول الله مكة مكة يا رسول الله بعد ما يسابوا نحن اللي مش هنسبهم يا رسول الله طب ما نقعد نصلي ونصوم لا الدين من الصلاة وصوم بس الدين جهاد وتضحية ما ينفعش يا رسول الله هنروح لهم برجلين والوقت في زول قعدة في موسم الحج العرب كلهم هناك يا رسول الله لو مكة يا رسول الله حصل بنا وبنا حرب هنحرب العرب كلهم إحنا داخلين رايحين نموت مش رايحين نعتمر يا رسول الله والمنافقين يقولوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا المنافقين يشوع أنه خلاص محمد هيجر حتف المسلمين لحتفهم والمسلمين يبدأوا يترعبهم والمنافقين يتخلهم والأعراب يهربهم ويثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي بس 1400 صحابي صمرت 20 سنة شغل صمرت 20 سنة مجهود صمرت 20 سنة تربية 1401 خرج ورا النبي في الرحلة الرهيبة دهية أنت رايح تعمل إيه رسول الله رايحين نعتمر بقلنا 6 سنين ما شفناش الكعبة من آخر مرة تفتح حواليها يوم الهجرة 72 شهر بقلنا 130 ألف ساعة ما شفناش الكعبة فيهم وريحين ننزع اعتراف رسمي من مكة بالإسلام قدام العرب كلهم عشان القناة بتاعت الدواء تتفتح مش رايحين حارب يخرج الرسول قلبه مليان شوء رهيب لبيت الله الحرام و 1400 قلب مشتاعل ملتهب بالشوء لبيت الله الحرام وراء والمنافقين واقفين يودعوهم وهم بيقولوا خلاص ما هماش راجعين ومكة تسمع ان النبي قرب إيه محمد اللي كنا لسا محصرينه من 12 شهر محمد والجيش بتاعه جايين لغاية هنا وجاروا ان هم ييجم وقدام الحرب كلهم في موسم الحجة هنتزل قدام العرب هنتفتح قدام العرب قثما بالله لا يدخلوها ونحن أحياء لن يدخلوها إلا ونحن موتة وتخرج قريش معها نساقها وأطفالها علامة على إن مسألة حياة وموت ويخرجوا بر مكة ويبعثوا خالد بن الوليد بامتين فارس من الفرسان لمواجهة المسلمين يبعثوا من بعيد ليه لإن ما كانش ينفع إن الرسول يقرب من مكة كانت تبقى فضيحة كارثة بالنسبة لقريش محمد جاي يدخل يعتمر غصبا عننا محمد جاي يدخلها علينا عنوة قدام العرب كلها بيزل ما ازدهرنا قدام العرب لا يمكن وتصمم قريش على الحل العسكري الرسول أول ما يعرف عليه صلاة والسلام إن جيش قريش جاي يغير الطريق ويطلع على الحديبية ليه ما واش عايز حرب الرسول راح يعتمر عليه صلاة والسلام الرسول مش تقلبية الله الحرام وهو في الطريق للحديبية النقا بتاعته تبرك الصحابة يقولوا يا رسول الله خلقت القسواء تعبت وكبرت بقى يقول لهم والله ما خلقت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل دي رسالة ربانية لينا إن احنا ما نحربش مكة رسالة ربانية إن احنا نقبل الصلح والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرومات الله إلا أجبتهم إليها الرحلة دي لازم مشهدها يتحفر في قلبك وقلبك يا جماعة الصحابة كانوا خارجين في رحلة استشادية الصحابة كانوا خارجين في رحلة نسبة الموت فيها ما فيش فيها أي فصال المصحة دهوت يخلدوا ربنا في القرآن في صورة الفتح اللي ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا إنهم خرجوا زي ما بيسموا البشر طريق اللي رايح مش راجع عشان ربنا سبحانه وتعالى ثقة في الله وندخل في المشهد الثالث بيعة الموت الرسول لما يلاقي مكة تكبرته مش رضا تبعت له حد يبعت لها واحد بالجمل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يشاورها يقتلوا النقا بتاعت النبي ويجي الصحابة للنبي هربان يبعت عثمان بن عفان النبي مش عايز يحارب عثمان يتأخر الصحابة يبدأ الجوي الكهرب وسطهم هم قتلوا ألا إيه هم قتلوا عثمان وتطلع إشاعة عثمان قتل مكة اختارت الدم مكة اختارت خلاص الحرب مكة اختارت النهى هتحاربنا العرب كلهم هيدخلوا مع مكة يعني احنا هنتأتل ولا إيه المنافقون الكلام اللي قالوا هيطلع مظبوط يعني احنا هنتأتل هنا هندخل نحارب العرب كلهم بألف وربعمائة واحد ازاي واحنا جايين نعتمر معناش تسلح معركة خالص ازاي ازاي ان احنا ندخل نحارب العرب بالمنظر ده ويحصل كهرباء رهيبة في الجو ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الردوان يمدي ايده يصافح صحابي صحابي من الالف وربعمائة صحابي بايع على الموت يبايعوا رسول الله على الموت عشان اخوهم اللي اشيعوا انه تأتل الصحابة خارجين لعمرة ماشي بقت معركة ماشي اتباع رهيب منظر الف وربعمائة صحابي بيبايعوا النبي على الموت عشان واحد ما بيفكركوش بالبرود اللي احنا فيه واحنا عادين الوقت بنتكلم ونسمع واخواننا في سجون اليهود واحنا ما منتحركش مشهد مشهد النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج غزوة كاملة غزوة مؤتة تحارب متين الف واحد من الرؤم الدولة العظمى اللي زي امريكا عشان واحد عشان الحارث ابن عمير القاس دي قتلوه واحد مسلم لما كان الاسلام غالي في قلوبنا كان دم المسلمين غالي الرسول اقام بان النظير غزوة كاملة عشان امرأة مسلمة اتقتلت لا اختصبت لا بطنها تشقت وطلعوا الجنين وحطوا قطة ما كانها لا جوزها حطوه فخلطت اللي اسمنت وفرموه قدام عن ايها لا جوزها وولادها تقتلوا قدامها لا سجنوها فبغرب واختصبوها لا امال ايه اهانوها شدوا الحجاب من على رأسها بس عشان مسلمة شفتوا المسلم كان غالي ازاي شفتوا دم المسلم كان غالي ازاي والوقت بايع على الموت من الف وربعمائة واحد عشان مسلم واحد وينزل القرآن يخلد الموقف في قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ردت عننا يا رب اخيرا يا رب بعد عشرين سنة جهت فصنا برضاك يا رب اخيرا يا رب فصنا باعظم منحة في الدنيا از يبايعونك تحت الشجرة ربنا يبخلد مشهد الشجرة والصحابة والايد في الايد ليه عشان ربنا يريد ان المشهد يتحفر جوه قلبك يريد ان المشهد يتحفر في قلبنا ربنا بيريد ان المشهد يتحفر جوه ذاكراتنا از يبايعونك تحت الشجرة شايفين التصوير فعلم ما في قلوبهم ان ربنا اغلى عليهم من حياتهم ان اخوهم اغلى عليهم من روحهم ان الاسلام اغلى عليهم من حياتهم انهم اصحاب رسالة فانزل السكينة عليهم سكينة دول ناس هيوجهوا العرب كلها ربنا ينزل النطمئنان والثقة على قلوبهم واثابهم فتحا قريبا لو فتح خيبر اللي اول مرة المسلمين هيشباعهم بعد سبع سنين وست سنين في المدينة ومغانم كثيرة يأخذونها مغانم خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها دي مغانم العالم بقى فتحات العالمية فارس والروم فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم معجزة معجزة ان رد الفعل اللي كان متوقع ان يبقوا قتل ودم معجزة ان العرب يسيبوا المسلمين في الوطاة دا وكف ايدي الناس عنكم ولتكون اية للمؤمنين ان اللي خرجوا مو خطروا عشان ربنا ربنا حماهم ان اللي مش هيخاف من اهل البطل وهيشتذل لنصر الدين ربنا ربنا هيحفظه هيحميه ويهديكم صراطا مستقيمة انا هرفعكم هرقي الامان في قلوبكم هخلكوا قمم هوصلكوا للفردوس الاعلى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها هديكم فارس والروم والشام والعراء ومصر ونص العالم واليمن هفتح لكم الارض كلها انتوا تستهلوا ان الدنيا تتفتح قدامكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار هنزلكوا الملايكات قاتل معاكم كل دا لي يا رب كل دا عشان رجالة عشان خرجوا مع النبي والنبي كرمهم يقول لهم انتم خير اهل الارض 1400 واحد لو النبي جي النهاردة هيقولك انت من خير اهل الارض لو النبي جي النهاردة وسط الملتزمين والملتزمات هيقولك انت من احسن 1400 واحد على وجه الارض يا جماعة احنا مستوانة ايه احنا هنبقى في الصفوف على حوض النبي في انهي صفوف قدام ولا وراء ولا مش هرعرف ندخل والرسول عليه السلام يقول لا يدخل الجنة ما نشاهد بدرا والحديبية مشهد رهيب مشهد بعث الموت مشهد اليد في ايد رسول الله وياد الله فوق ايديهم وجبريل ينزل من سبع سماوات يشهد البيعة بيع على الموت بقى معنا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دينك يا رب بقى معنا 1400 راجل مستعدين يموتهم عشان دم اخوهم ما يرقش خلاص خلاص يا جماعة بدمت عقيدة وصلت للدرجة دي يبقى الفتح المبين جاي وفعلا جاه المشهد اللي جاي مشهد الصلح التاريخي الصلح التاريخي الاول مرة مكة هتعترف رسميا بالدولة الاسلامية زي ما امريكا الوقت تعترف بدولة من الدول العالم كله يعرف انه لا حساب ولها قوة ويفتح ابوابه نصفرتها الوقت خلاص يا جماعة هننتزع اعترف رسمي الوقت هيبقى فتح مبين القنوات كلها تتفتح قدامنا ويحصل الصلح التاريخي بداية قصته ايه لما قريش شافت ده ناس هيبايوا على الموت هتقفلهم تعمل ايه بعتت لهم العرب بقى يبدأوا يتفاوضوا معاهم قريش متكبرة مش رادة روحية يبعثوا ناس من خزاعة يروح بتاع خزاعة الاول يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا محمد يعني القريش مش ناوية تسكت متعتقدش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما جئنا الا للعمرة والهدية هو الاغنب اللي هنتباح عند الكعبة هو احنا مش جايين نعمل حاجة الرسول يحاول يفهمه الرسول كسب كل الاطراف في المعركة ديت يقول له طب لو مكة مرضتش هتعمله ايه هنقاتل مش هنرجع وكان اول زلزال يزلزل مكة انها تعرف ان النبي مش ناو يرجع لما يرجع لها رئيس وفد خزاعة ويبدأ يشتم في مكة ويقول لهم لماذا تمنعونا عباد الله من بيت الله ايه ده هو محمد اعلى بالطربيزة علينا ولا ايه يبدأ الزلزال يحصل اول زلزال يبدأهم يقلقهم يتوترهم الضغط يزيد هنعمل ايه والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بهذا ابعتوا حد تاني نبعت مين عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف يروح عروة للنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يحاول يحطم النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا ازاي يبدأ يحاول يفوض النبي بحرب مع نوية يقول يا رسول الله يا محمد المشركين اخوية جدا والعرب وراهم وشوية الاخلاط اللي انت جماحهم من العرب دول مش هيقف وراك ولن يصبروا وراك اول ما هيحصل حرب حقيقية هينفضوا من حواليك يا محمد يا محمد في حد يقاتل قومه اسمعت عن احد يحتي يشتاحوا قومه من قبل انت هتدخل تقاتلهم ازاي ويبدأ الصحابة يظهروا حب رهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدام عروة ثقفي يبدأ الصحابة لما النبي يتوضى يقتتلوا على وضوءه مين اللي هياخده يتوضى بيه او يمسح بجسمه النبي يتنخم يقتتلوا على نخامة اطهر خلق الله احب خلق الله الى الله عليه الصلاة والسلام يبدأ الصحابة يجي يكلم النبي عينه مكسورة هو بيكلم النبي صوته مش قادر يرفعه النبي شاور الصحابة يجروا ينفزهم كلهم بيتعطى رهيبة عروة ابن مسعود اتبهر اتزهل ايه ده ايه ده انا عمري بشوفت حد بيحب حد كده يا جماعة انت لما الغرب شتم في الرسول وراتهم انك بتحبي قد ايه اكتر حاجة تحطم قلوبهم لما يشوفوا احنا بنحبه قد ايه احنا ورناهم حبنا الرسول اللي هاد ايه احنا اسبتنا لهم عمليا حبنا للرسول قد ايه ده اكتر حاجة متزلزل لهم يرجع عروة ابن مسعود لقريش متزلزل يقول لهم يا قوم لقد وردتوا على الملوك وقسرة وقيسر والنجاشي والله ما رأيتوا احدا يحبوا احدا ويعظمة كحب اصحاب محمد لمحمد انتوا بتكلموا مين والله لا يسلموه ابدا دول هيعملوا اي حاجة لو امرهم باي حاجة انتوا تجننتم ابو سفيان يتزلزل قلبه منظر خبايب ابن عدي لما ابو سفيان علقوا على النخلة بعد غزوة احد لما قبضوا عليه وعلقوا على نخلة في مكة في التنعيم وقعدوا يضربوا بالسهم يقطعوا اده ورجليه وبعد كده ابو سفيان قرب منه وقال له يا خبايب اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك مصلوب عن نخلة مكانك منظر كلمة خبايب وهو بيقول باسرار والدم ناسف من كل حتة في جسمه وهو بيقول لابو سفيان والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكة كلمة زلزلت قلوب اهل مكة كلهم كلمة طيرت انهم من عين اهل مكة اهل مكة بنوا يفتكروا من الحب الرهيب من اصحاب الرسول للرسول وبنقت قلوبهم تتزلزل والتوتر يزيد والضغط يزيد والخوف يزيد لا والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بهذا يا جماعة عروة ابن مسعود لما شافت الصحابة بهر يا جماعة هند بن تعطبة لما شافت الصحابة يوم فتح مكة قالت ما عبد الله حق عبادته مثل هذا اليوم زهلت الغرب الوقتي لو شافك هيزل الغرب الوقتي لو شاف المسلمين هيبهر والله هينفر من الدين يا جماعة تجار السلف لما راحوا في جنوب شرق اسيا بعد موت النبي 700 مليون بني عدم اسلموا من الانبهر بيهم احنا الوقت مبهرين يا جماعة ولا منفرين يا جماعة كل اللي حصل ده ليه لان الصحابة عايزين يطوفي حوالين الكعبة يعني لو الكعبة دي الوقت في امريكا ترد انك انت تطلعي وتتحمل واجهة امريكا عشان تطوفي حوالين بيت الله الحرم مين يا جماعة مين يا جماعة عنده الشوق ده يا جماعة لو بيننا وبين الحرم مش انفلونزة الخنزير لا امريكا وجيوشها هنطلع ولا لا وكورش تتزلزل يبعتهم الرسول الثالث والسفير الثالث سيد الاحبيش من كنانا يجي للرسول عليه الصلاة الرسول عارفه الرسول درس الواقع درس الواقع درسة رهيبة الرسول قال لهم هذا سيد الاحبيش انه من قوم يتألهون يعني كثير العبادة سوق الهادي وروا الاغنام اللي احنا جايبينها عشان يعرف ان احنا جايبين نعتمر الصحابة 1500 واحد وهو داخل يلاقي 1500 واحد لبسين نبس الاحرام 1500 واحد بيقولوا لبيك اللهم لبيك 1500 واحد بالاغنام بتاعتهم الهادي وعلامة الارسال الكعبة محفورة في جسم كل غنم من الغنمات والوبر بتاعهم اتنحل من الجوع بقالهم عشرين يوم في الحديبية بيتفاودوا مع مكة سيد الاحبيش ما اعملش حاجة ولا ينطق قلبه يتنفض من المنظر يوم راجع تاني يروح على قريش في قمة الثورة والله ما حلفناكم على هذا اتصدونا من يعظم بيت الله الحرام انتوا تجننتم انتوا ازاي تمنعوا ناس جايين لبيت الله الحرام قريش تتزلزل تالت زلزال ايه ده؟ احنا خسرنا الموقف بقى منظرنا فضيحة قدام العرب ما دخلناهش عشان ما نتفضحش بينا مفضحين اكتر بقى منظرنا ظلمة محمد كسم المعركة الاعلامية من الجميع وبعد مفاوضات يبعتوله اخر واحد سهيل ابن عمر ده المفاوضة السبعة جماعة ده الجولة السبعة في المفاوضة ليه؟ كل ده عشان ايه؟ دول 1400 واحد بس القريش عارفاهم عارف المسلمين اشدقت ايه؟ بيبعتوا سهيل ابن عمر اول ما الرسول عليه السلام يشوفه يقول سهل امركم بس خلاص والله ما ارسلوه الا وهم يريدوا الصلح تعالا معايا سهيل ابن عمر الرسول يقعد وصحابا ملفوفين حواليه ويبدأ يتكلم مع سهيل نتصالح نتصالح ايه الشروط بتاعكم يا سهيل نكتب نكتب يلا يا علي يا ابن ابي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ الرحمن الرحيم مين الرحمن الرحيم؟ ما نعرفش حاجة اسمها الرحمن الرحيم اسم الله الجليل العظيم فش حاجة اسمها بسم الله الرحيم امسح امسح يا محمد سيدنا عليها يتجنن امسح يا رسول الله الرسول يقول له عليها يمسح امسح ايه؟ الرسول يقول له يا فن يا علي اهيه؟ الرسول يمسحها بأيدي عليه الصلاة والسلام اكتب هذا ما كان بين محمد رسول الله سهل ابن عمر الرسول ايه؟ واحنا لو نعرف انك رسول الله هنمنعك عن بيت الله اشتب رسول الله علي كان هيتجنن اشتب كلمة رسول الله ازاي هم الناس دي بتكلم ازاي الرسول على السلام يقول له اين هي يا علي اهي الرسول يمسح بادي اكتب لا تدخلوا الكعبة الى الكعبة هذا العام الصحابة كانوا هيموتهم ما ندخلش ازاي ازاي ما ندخلش بيت الله الحرام الرسول كان قلبه ملتهب من الشوق يا جماعة لو انتم في الموقف ده تخيلوه انك الوقت ركبت من ملدك لبطار القاهرة ركبت الطيارة نزلت مطار جدة وخلاص وانت بتقولي لبيك اللهم لبيك وانت قلبك خلاص ما هيشم ريحت الكعبة تلاقي السلطات جات قتلك ممنوع ممنوع ازاي ارجاي 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 مفيش تخيلوا يا جماعة ثقة للإحساف الشرط اللي بعد كده يا محمد اللي يجيلكم مسلم من عندنا ترجعوه واللي يجي لنا كافر من عندكم ما نرجحوش ازاي الصحابة كانوا هيتجننهم ازاي ازاي نرد واحد مسلم جالنا للمشركين يفتنوه يا محمد ويبقى المدة عشر سنين عشر سنين نردع الزل ده وفي وسط الموقف يحصل حاجة تفجر الموقف ييجي ابو جندل ابن سهيل ابن عمر اللي بتفاوض مع النبي وكان ابو مقيده وكان اسلم مقيده وسجنه وحبسه في الاغلال يكسر الاغلال وييجي واول ما يشوف الصحابة يرمي نفسه ازتهم ويقول يا اصحابة رسول الله اتتركوني اردوا الى المشركين يفتنوني في ديني الصحابة بصوا لسهيل منظر التعذيب على جسمه الاغلال اللي متأيد بيها الدم اللي بينزف من مكان الاغلال الاستغاسة الصحابة كانوا هيموتهم لا يا رسول الله لا يمكن نسبخونه ابدا الرسول السلام يقول لي سهيل ابن عمر اجزه ليه يقول له لا لجت القضية بيني وبينك والله لا اصالحك ابدا مفيش ده اول واحدة انتفع عليه الرسول يقول له بلى فافعل لا الرسول يقول الى ابو جندل ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا الصحابة يجننه عمر ابن الخطاب كان يموت عمر ابن الخطاب يجرع على ابو جندل مسك السيف يقول له يا ابا جندل انما دم المشركين دموا احدهم كان مكلب خد السيف يا ابو جندل وقتي لابوك يا ابا جندل والله لو كان الخطاب ابي لقتلته يقول له طب وليما لا تقتله يقول له لا اعصر الله ورسوله يقول له انا لا اعصر الله ورسوله عمر ابن الخطاب كان يموت عمر ابن الخطاب يجرع النبي يا رسول الله الرسول ماذا تريد يا عمر يا رسول الله ألست رسول الله انت مش رسول ألسنا المسلمين احنا مش المسلمين أليس المشركين مش هما دول الكفار عمر ابن الخطاب كان هيجوله انهيار نفسي عمر ابن الخطاب منظر الأغلال منظر سهيل ابن عمر وهبي جرجر أبو جندل في الأرض من الأغلال بتاعته منظر الدم اللي نازل من أماكن الأغلال منظر استغاسة أبو جندل للمسلمين منظر السجن اللي هيروح أبو جندل مش قادر هيموت أليست رسول الله أليست المسلمين أليس المشركين لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله هو لما بقى الموضوع دم واحد هيدفع تمنى دمنا تمن دمه خلاص نبيع القضية تخيل عمر بيقول للنبي ايه عمر قال للنبي كلام يدل ان عمر ما كانش واعي هو بيقول ايه عمر يا جماعة كان وصل لدرجة من الانفعال مش قادر يا رسول الله لما نعطي الدنية حد يقول للنبي لما نعطي الدنية النبي يعطي الدنية يا رسول الله يا رسول الله ولما بقى الموضوع تبانه دمنا تراجعنا يا رسول الله الرسول على السلام يصبره يقول يا رسول الله ألم تخبرنا أننا آتينا البيت الحرام ومطوفين به إحنا بشلت لها الطف حوالين البيت الحرام يا رسول الله الرسول يقول له وأخبرتك أنه العام لا فإنك آتيه ومطوف به عمر حيتجنن يا جماعة عمر حي مش قادر عمر طلع على أبو بكر يا أبا بكر ألسنا المسلمين يا أبا بكر أليسوا المشركين مش إحنا الحق يا أبو بكر مش ربنا معانا نخاف ليه أليس رسول الله مش ربنا وعده بالنصرة نخاف ليه لما نعطي الدنية في ديننا يا أبو بكر نقتل نفسنا نتقتل بس أخونا أبو بكر ما انت شايف شكله ما انت شايف دمه اللي بينزف ما انت شايف استغزته أبو بكر أبو بكر يقول له إنه عبد الله ورسوله الزم غرزة الزم غرزة أخبرك أنك آتي البيت الحرم ومطوف به هذا العام قال له لا قال له فإنك آتيه ومطوف به نفس الإجابة من الصديق أقرب قلوب الأمة كلها لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا هيموتوا الصحابة يومها بكوا نهنهوا بالبكاء زي بكاء النساء الصحابة كانوا بيبكوا زي السكالة مش قادرين مش قادرين منظرة سهيل بن عمرو هو بيجرجر أبو جندل يا جماعة أبو جندل ده ما كانتش حد يعرفه أصلاً قبل كده يعني مش عمرو اتحبث ده واحد معظمهم عمرو ما سمع عنه بس الإسلام الرابطة الدين الدم اللي عمرو ما يبقى مية الصحابة بقوا بدمحهم بتنهمر من البكاء والنشيك من قدر رسول الله لما جوم يحلقوا لبعضهم بعد الموقف ده كانوا هيتباحوا بعض هيتروا رأيب اتباع من كتر الهم سهل بن حنيف بعد أربعين سنة يوم معركة الجمل وقف ينادي الصحابة قبل ما يحصل الحرب يقول لهم يا أصحاب رسول الله لقد رأيتنا يوم أبي جندل سماه يوم أبي جندل من كتر ما تحفر في قلوبهم ولو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا لرددناه لو كنا نقدر نقول لمحمد ابن عبد الله لا كنا قلناه بس ما قدرناش نقول له لا تخيلوا الصحابة وصلوا لدرجة ايه الصحابة راحوا للنبي يصرخوا يا رسول الله نتقتل يا رسول الله بس أخونا ما يحصلش فيه كده يا رسول الله مش هنقدر نقبل إن أخونا يحصلوا كده نقبل ده ازاي ما انتش يا رسول الله منظر الأغلال قال بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتقطع كان بيتمزق ولكن احتراف رسم بأمة الإسلام وخلاص اتعاهدنا انتهت القضية ده وفاء بالعهد يا جماعة اقعوا تنسوا إن في يوم من الأيام الدين حصلوا كده إن هذا الدين ألا ولن يموت ولو قدر له أن يموت لا ماتا يوم ماتا محمد بن عبد الله ولو قدر له أن يموت لا ماتا يوم ما ارتدت جزيرة العرب ولم تقم صلاة الجمعة إلا في أربع مساجد وقال الصحابة الأبو بكر يا أبو بكر لزم بيتك واعبد ربك إنه لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا وفي سنتين كانت جيوش المسلمين قتلى المرتدين واجزرت العرب تحت سيطرة الإسلام إن هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له أن يموت لا ماتا يوم ما شاءت سبعة حملات صليبية شريسة تسعين ألف مسلم اتأتلهم وهم داخلين القدس ركب الخيول غصت في الدماء الأقصة تعلق على الصليب بيت المقدس قبة الصخرة تعلق عليها الصليب المساجد بقت استبلات وكنايس الأطفال المسلمين خدوهم أطفال المسلمين شاوهم وكلوا رحمهم ما شوي الشوارع كلها بقت دم المسجد الأقصة ملا جسس اللي راحوا يلوثوا بيه سبعة حملات صليبية وبعد واحد وتسعين سنة ييجي صلاح الدين الأيوبي يحطم الصليبيين في اتنين وخمسين معركة ويرتفع أذان صلاة الجمعة بعد واحد وتسعين غياب من المسجد الأقصة إن هذا الدين الهوى لن يموت ولو قدر له أن يموت لماتا يوم جاء التطار قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين جماجم المسلمين بقت قد الجبل يا جماعة قد الجبل شهر كامل بيقتلوا في المسلمين قتلوا ألف ألف مسلم وفي رواية ألفين ألف مسلم اتنين مليون والخليفة حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالأحزية يا أمة محمد وعطيقاسه يا أمة محمد شايفين موقف أبو جندل وتغيرت الأيام وفي خلال ثلاث سنين يا رسول الله جزيرة العرب كلها تبقى مسلمة في خلال ثلاث سنين يا رسول الله الفتح المبين هيملك زيرة العرب يا جماعة وعطيقاسهم اوعهم اللي يسمع الوقت ان في خمسمائة امرأة في سجون اليهود مايقاسش اللي يسمع الوقت ان تمانين في المئة من لاجئي ومشرد العالم اللي التنصير بينهاشهم من المسلمين مايقاسش اللي يشوف في الوقت الخمر والمخدرات في بلدنا بقت هوم ديليفري مايقاسش اللي يشوف في الوقت ان ساعة البليستيشن بقت أحب إلى الشباب مما طلعت عليه الشمس وغربت وحب بقى إلى شبابنا من دنيا الشات والمكالمات والموبايلات مايقاسش كل ده هيتغير كل ده هيتغسل الواقع الروحي بده هيتمسح الدين جاي يا جماعة النصر جاي ويخلد ربنا الموقف في القرآن وينزل قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اللي معاه اللي سبته معاه اللي لما قال اخرجه رجه معاه ولما قال بيعه على الموت بيعه معاه ولما قال نرجع رجعه معاه اللي مع الرسول في الأزمات اللي مع الدين في الشدائد اللي معاه انت معاه انت معاه انتو فين انتو فين انتو فين يا مسلمين الواحد اللي ما بيمشي في الشارع فين يا جماعة فين الغيرين على الدين انتو فين لحنا شايفينك وسط الدعاء ولحنا شايفينك مكسر الدنيا في الدعوة في مكانك وشغلك ودراستك ولحنا شايفينك بتطلب علم عشان تبقى عالم من علماء الاسلام ولا احنا شايفينك في النشاط الخيري وتوصل الصدقات للفقراء ولا شفناك ايام غزة بتوصل لهم اي معونات ولا شف ما احنا شايفينك انت فين ما احنا شايفينك بتحارب التنصير ولا شايفينك بتحارب العلمانيين ولا شايفينك بتهتف بتهتف وسط الناس بالتوبة الى الله انت فين انت فين انتو بتعملوا ايه ده دنكم يا جماعة اللي بيطاع عن الوقت ده دنكم اللي مسجونة في سجونة يهد اختك اللي مسجون في سجود الامريكان ده اخوك اخوانا الصحابة كانوا هيتقتلوا عشان مسلم واحد مسلم واحد الدم بقى مية ازاي والذين ما اشداءوا على الكفار حتى لو ابوهم واخوهم روح ماء بينهم لدرجة يموتوا بعض حبا في بعض يموتوا عشان واحد بس منهم حبا في بعض تراهم ركعا سجادة عبادة على طول يبتغون فضلا من الله واردوانا كل قضيتهم رضاك يا رب رضاك يا رب والوصول لربنا سبحانه وتعالى ويخلد ربنا المشهد يا جماعة ويجي بطولات رهيبة مش كوريش قالت اللي مسلم من عندنا ما يجي لكش طيب انا ماليش دعوة بيهم الرسل ماليش دعوة بيهم شوفوا هم عملوا ايه ابو جندل يهرب مع واحد اسمه ابو بصير ويطردوا تجارات كوريش على جنب البحر الاحمر ويقطعوا على كوريش تجارتها لغاية ما كوريش تستغيش بالنبي انه ياخدهم وخلاص شايفين الفرج وتطلع ام كلثون بنت عقبة ابن ابي معايت البنت الصغيرة اللي اسلمت ولكن ابوها عقبة ابن ابي معايت اللي حاول يقتل النبي في الحرم ما تقدرش تكتم خبر اسلامها ابوها يتقتل في مادر اخواتها الاتنين الوليد واعمارة يحاولوا يجوزوها ما ترضاش وما حدش عارف السبب ايه قدامها تتجوز اغنى واحد في مكة واحسن واحد في مكة ما ترضاش لغاية ما يجي صلح الحديبية ما عادتش قادرة تكتم خبر اسلامها هتعمل ايه ده عشر سنين مدة العهد وتقرر انها هتهاجر هتهاجر لوحدك لوحدك طب ولو رجعوك هتتقتل هتقتل وتسيبي وامك وبلدك ووطنك واخواتك ده انت لسه بنت صغيرة ده انت المستقبل قدامك ده انت بنت اغنى الناس ده انت من علية القوم ده انت اي عريس يتمناكي ما بتحلمش بفرس الاحلام وتهاجر ام كل ثوم لوحدها وتنزل صورة الممتحنة ربنا يقول للنبي فيها فلا ترجعوهن ايه وترجعوها حتى لو قامت حرب على مستوى الجزيرة كلها عشان امرأة واحدة يا رب عشان واحدة تقوم حرب كاملة عشان كان المسلم غالي كان الامان غالي كانت عملة الامان غالية ويتثبت قدام كوريش ان منع المهاجرين مستحيل يا جماعة وكده وصلنا للسبب اللي ربنا سمى عشانه صلح الحديبية فتح مبين فتح فتح دعوي قدوا معايا فتح دعوي العالم كله تفتح الناس كلها عايزة تسمع القنوات كلها تفتحت الرسول بعد يجيب المسلمين بتعش الحبشة اللي بقالهم 14 سنة مهاجرين تعالوا تعالوا تاني مهمتكم جات خلاص انتو دعاء الدعوة تفتحت الوقت يلا تعالوا كنتوا قبل كده كانت مهم جهدية ما كناش محتاجين لكم كان معنا رجالة الوقت بيحتاجين كل داعية ويجي معهم الأشعريين في فرح رهيب والرسول على السلام يبعت لكل قبائل العرب يعرف كل قبائل العرب بالإسلام لأول مرة بيسمعونا لأول مرة ما بيطردوناش لأول مرة مش هيقوم الصحابة يكلمهم بيطعنوه زي حرام بن ملحان يقتلوه وهو بيكلمهم الرسول يبعت لملوك العالم ملوك العالم كلها ملوك الفرس والروم ومصر تخيلوا يا جماعة العز اللي بقنا فيه ما احنا بقى معنا ناس مستعدية بتبايع الموت خلاص يبعت للمقوقس حاكم مصر يبعت له ماريا القبطية هدية ويبعت له بغلة حمار كذا صغير اسمه دلدل حمار مصري أصيل جاهد مع النبي في الغزوات بعد كده حمار ما في أي حاجة من ريحة مصر يا رسول الله أي حاجة نتشرف بيها بصيرتك يا حبيب الله ويبعت لملوك العالم ويبقى الإسلام دعوة عالمية والملوك كلها تسمع بعزة الإسلام ويبعت لقيادات قريش يبعت لخالد بن الوليد مثل كلا يجهل الإسلام وفي يوم واحد يسلم ثلاثة من أفلاز أكباد قريش خالد وعمر وعثمان بن طالحة اللي ماسك مفتاح الكعبة الثلاثة أفلاز أكباد مكة ييجم بعد ما كان عمرة هيعمل لجوء سياسي للحبشة وخالد كان هينتحر كان هيقتل نفسه يلاقي رسالت النبي جياله يروحوا للنبي يسلمهم النبي يفرح يقول مكة ألقت إليكم أفلاز أكبادها الوقت أمريكا اللي بتاخد أفلاز حقول العالم عرب بيروحوا هناك ياخدوا نوبل والفم تسجن ده أمة اللي ياخدوها هيجوا يضربون بيها في حرب العراق الوقت بقيت الأمة بدون هذا في رسول الله كنت بتسخر طاقات الأمة للدين الوقت يا رسول الله الملياردير العربي عمل فنجان أهوى راقصة بالورق بالورق الفلوس يا رسول الله الوقت بقيت يا أمة بدون هذا في رسول الله الفتح بدأ إيج يا جماعة القنوات الدعوة انتشر الإسلام في العرب انتشار رائيب لدرجة ان بعد سنتين لما النبي هيدخل فتح مكة هيدخل بعشر تلاف وكان في الحضبية 1400 يعني في سنتين تضعف عدد المسلمين سبع أضعاف سبع أضعاف اللي تضعفوا بالسعتاشر سنة فتح رهيبة فتح رهيبة يا إخواني ويبدأ الإسلام ينتشر ودول مجلس التعاون الخليجي قطر والكويت والبحرين القبائل بتاعتها تيجي تفد لرسول الله وتسلم تسلم على إيد رسول الله ويحصل فتح عالمي في خلال ثلاث سنين جزيرة العرب كلها هتدخل فتح دعوي وفتح اقتصادي أموال الزكاة تتضفق على الدولة الإسلامية فتح عسكري السراية الأول مرة تبدأ تروح في أعماق الجزيرة العربية ما عادش فيه خوف فتح جهادي الرسول عليه الصلاة والسلام يبعت خالد بن الوليد في غزوة مقتة يبعته يحارب الروم بتلت تلاف يلاقوا جيش الروم بتان ألف يبدأوا يعملوا إيه يتقتل أول قائد زيد بن عارق حارسة يتقتل جعفر بن أبي طالب بعد ما تقطع إيه ورقابته قدام الراية يتقتل عبد الله بن رواحة ثاني قتلت قائد خالد ياخد الراية يجاهد بتسع سيوف في إدل غاية ما يتكسروا عمرهم ما كانوا يتوقعوا إن تسليح الروم بالمنظر ده يا جماعة تسليح الروم كان رهيب يا جماعة كان تسليح رهيب سيوفهم كانت تنزل على سيف المسلمين تكسروا المسلمين قابدوا بطولات رهيبة جعفر كان مسك الراية بيمين وأطعوها له مسكها بشماله أطعوها له مسكها بين رقابته وصدره دبحوه وسقط بضعه وتسعين طعنة في جسمه رضي الله عنه خالد مسك تسع سيوف تكسروا في إيه ده إيه ده خالد عمره ما كان كده الإسلام قلبه مسلم من المسلمين يجرح جرح رهيب وهو بيمرض في الخيمة يسمع صوت المعركة يقولوا أنت في الدنيا وانت في الدنيا الإسلام يحصل له كده يقوم يقاتل حتى يقتل والأول مرة الروم يشوفه إيه يسود دوي إيه الجبال دي خالد من الوليد يعرف يعمل خطة لانسحاب يجيب الميمنة مكان الميصرة والميصرة مكان الميمنة والقلب مكان المؤخرة والمؤخرة مكان القلب الروم يحسبوا أنه جوش جديد خالص وبعد كده يخلي ناس وراء يعودوا يسيروا التراب يحسبوا أنه لسه فيه مدد جاي كمان وبالليل ينسحب يسيبوهم ويرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود الصغيرة الأطفال تجري وراء الأسود الكبيرة تقول لهم يا فرار الرسول يقول بل هم الكرار وبعد أيام يطلع غزوة ذات السلاسل أو ذات السلاسل أياً مكان النطقين يطلع غزوة ذات السلاسل بقادة عمر بن العاص خلاص يا جماعة فتوح فتوح فتح مكة نفسه نسا له سنتين فتح غيبر اليهود هيتحطمهم فتح إن المنافقين اتضمرهم الضربة الأضية كانت صلح الحديبية كان فتح مبين الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح العالم قدامنا لقى رجالة تشيل الدين الوقت لو العالم فتح قدامنا مين اللي يشيل الدين ما العالم مفتوح هو مين اللي يجري يدعو الناس للإسلام الرسول جانا سمرت 13 سنة تربية في مكة لقى رجالة بعت عمرها ولفت ليل نهر في الأرض تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الرسول ما ضيعش هو ولا الصحابة دقيقة لو كان أيام الجهاد ناموا ساعة ما عادش في نوم الدعوة تفتحت الناس بدأت تسمع الدخول في دين الله بقى سلميا يا جماعة وكان موقف رهيب يا جماعة لو كان النبي مقبلش الصلح وكان دخل مكة كان حصل إيه عشان تعرفوا كان حصل إيه أول حاجة كان عصى أمر الله طبعا استغفالها زي طبعا النبي عمر ما يعصي بس الصحابة كان عصى أمر الله تاني حاجة كان دخل في الأشهر الحرم وقاتل فيها كانت صورة المسلمين تشوهت قدام العرب كلهم تلاتة كان حرب العرب كلهم كنا تهزمنا هزيمة أخارتنا خمسين سنة يعني إيه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان في قمة الحكمة يا جماعة احنا الوقتي الوقتي ستة هجرية زو القعدة خمسة هجريا زو القعدة كنا لسه متحصرين في الأحزاب الرسول في 12 شهر الأمة بقيادة محمد بن عبد الله في 12 شهر بقت هي اللي محصرة مكة وفتحت العالم وواصلت زعماء العالم عشان أقول لكم لماذا محمد عشان لما أقول لكم الوقتي الشعار بتاعنا لماذا محمد هو الوحيد اللي يقدر يقود الأمة لازم نمشي وراه لازم نتبعه زي ما الصحابة خرج وراه عمره ماشي عمره لا دا بايعها الموت ماشي لا نرجع ماشي سمعوا قطاعهم وكانت النديجة النصر المبين سنة خمسة هجريا كان نازل صورة الأحزاب اللي مليانة مأسف محمد